هل هناك علامات مبكرة للجنف ممكن الوالدين يشخصون ذلك مع الطبيب المختص بشكل مبكرا؟ في الغالب هي الشكل الخارجي أكثر الأعراض ظهوراً الشكل الخارجي ميلان الكتف أكثر أو؟ ميلان عدم تساوي الكتفين، البروز في الأضلاع، الانحراف الواضح وزي مثل ما ذكرنا عند وضعية الرقوع دائماً يكون أوضح وفي حالات معينة عند زيارة العيادات أخرى أو عند العيادات الفحص المدرسية نعم، ربما هذا التساؤل يكون من الوالدين أكثر لماذا يصاب ابنهم بالجنف؟ هل هناك أسباب معينة؟ هل هو وراثي؟ تساؤلات ممكن تدور في ذهن من تشخص بالجنف؟ فيما يخص أسباب الجنف الجنف تقريباً فيما نسبة 85% الحالات الجنف يكون غير معروف في السبب ما يكون فيه سبب واضح الموضوع النسبة المتبقية تتنوع الحالات بين أسباب مختلفة على سبيل المثال حالات عصبية وعضلية مثل الشلل الدماغي، ضمر العضلات خضوع المريض لعمليات وخاصة جراحة الصدر في أثناء الطفولة المبكرة تشوهات العمود الفقري الخلقية من حيث عدم اكتمال نمو الفقرات أو التحام الفقرات لا سمح الله إصابات الحبل الشوكي وفي الأخص في الحوادث وأخيراً مشاكل الحبل الشوكي أو اعتلالات الحبل الشوكي من حيث وعلى سمثال الصلب المشقوق والالتصاب الحبل الشوكي السؤال يتبادل للدهن ويطرح كثيراً هل الجنف وراثي؟ حالياً الدراسات لم تثبت أن الجنف وراثي ولكن من الملاحظ أنه في بعض العائلات قد يسل الجنف بما نسبته 20% ولكن في أغلب الحالات لا يوجد تاريخ مرضي في العائلة بوجود الجنف نعم ولكن هذه النقطة الدائمة نذكرها للعائلات بحيث يولون انتباه للأفراد العائلة متبقيين بحيث سواء بالكشف المبدئي أو بزيارة الطبيب إذا دعت الحاجة هل من الممكن إذن إذا تشافى من الجنف عن طريق العملية والإجراء وتدخل العلاج يعيش حياتها بشكل طبيعي؟ بإذن الله في مجمل الحالات يعامل معامرة الشخص الطبيعي جميل نعم في بعض الحالات يكون في بعض المحاذي لكن الغالبية العظمية من مرضانا يعود الحياة الممارسة الطبيعية بشكل طبيعي بعد فترة تشافي جميل جميل